شوفوا بقى جماعة الاخوان طلعوا كم بيان خلال اليومين طبعا عارفين فاكرين المستلسل الاختيار لما جاب خير تشاطر بيقول على بسطور الصورة اتكلم على عصام سلطان انه افاق وانه حرامي وانه بياخد فلوس من ايران فاكريني كلام بين محمد بين خير تشاطر بيتكلم على عصام سلطان انه هو يعني راجل مش كويس وراجل افاق ومنافق وحرام مين اللي بيقول الشاطر بيقول على عصام العريان هم الاثنين متلاقحين في السجن مع بعض فبسرعة يطلع مين جماعة الاخوان يقول اؤكدوا باسمي وباسم جماعة ايه اؤكدوا براءة الرمزين الوطنيين من كل وجه اليهما من طعن في اخلاقه ومواهما القالصة لوجه الله انا وتعالى اولا ثم لمصر وشعرها وحسن شوال سبعة ميو انه ارضا ده مين اللي بيقول ده ابراهيم منير بيقول ايه الزميلين الاخوين الرمزين المناضلين ناس حلوين اوي وانا باشك انتو معاهم يا عزيزين انت بتاعت في لندن يا سيدي غارق في العسل هناك غارق في الخيانة كل المرميين في السجن الاتنين من ثبار ما زاعت ايديه الملوسة المسمومة هما الاتنين فضح بعض الاخلاء يومائذ بعضهم لبعض عدوه هو ده الواقع هما دول عصام سلطان هما خلوش طيقينه وابو الفتوح ودول بيشتم دول ودول بيضرب دول تحسنهم جميعا وقلوبهم شات يا ابراهيم منير بيقول والله دون ناس كواسي طيب في جبهة تاني هات الفيديو يا ابراهيم عندك الفيديو طيب لا لسه جبهة التغيير بقى في جبهة سنة جبهة التغيير في الاخوان بيقولوا يا جبهة التغيير بيكلموا على انه الحوار الوطني والمصالخة وانه احنا في مكتب العام للاخوان المسلمين نقول بكل وضوح انه لا بديل عن الثورة كخيار استراتيجي واحنا امنا بالثورة والحوار ده ما احنا مش موافقين عليه انا بسأل الجبهة دي ما عرفش مين اللي ما تجاب التغيير دي يا ابراهيم الجبهة دي يا جماعة بتاعت ابراهيم منير ويوسف نادا بيقولوا احنا مش مع الحوار واحد ده عاكل الحوار يا سيدي هو حد عبرك وقالك تعال اتحور معاك هو اصلا حد معترف ديك كمصري انتم لستم مصريون بقول للاخوان انتم سقطت عنكم الجنسية المصرية شعبيا مجتمعيا انتم لستم مصريين لستم مدعوين لمصر او في مصر او ما يخص مصر لا في فرح لا في افرحها ولا في اطرحها انتم لستم على لستة او قائمة المواطنين المصريين كفرتم بالوطن وكفرتم بالدين فلفظاكم الوطن ويلفظكم الدين قضي الامر يا جماعة اتنين وبعدين بعد شوية يوسف نادا عمل رسالة وقال انه رسالة سيديدة مفتوحة ان تردد في الرد على الرسالة الاولى يوسف نادا كان بيحاول ويقول يا جماعة موجود بيصفر للدول من بعيد انا موجود نادولي انا ضد محمود حسين والجماعة المسكين السلاح وحاسم وبس انا يا جماعة حاجة تاني خالص محدش عبره لانه خالي اطار التالي عندي دلوقتي كم جماعة جماعات عندي ايه تلت جماعات ده خلى عندي محمود حسين وعندي يوسف لطريق التالي لحكم جابت التغيير ده خلى عصامت الايمة ده اللي كان شغال سكرتير ليوسف القرضاوي سبعة تامن سنين وكل شوية يقول اخوان حلوين لا اخوان عشرين مسكي عن نص مذبذبين لا بين هذا ولا ذا شغال يعني زي الورطة على السلم يا عم يقول لنا رأيك انت معهم ولا ضدهم انت مع انت مع الحق ولا مع الباطل الله هو اكبر عصامت اسمه عصامت الايمة ده قال كلمتين في الاخر قال يا جماعة وانتو التلات جبهات الاخوانية دول انتو عايزين تحاولوا مع الدولة والنظام ما تحاولوا مع نفسكم الاول في طرف يرى ان الحوار مع هذا النظام وهم وليس حقيقة وكذلك لا يمثل لا رؤية ولا ينبني على اساس ده للمكتب العام استاذ يوسف ندى بيدعو ان الحوار مع هذا النظام حتى وان كان عمال يتعنت ويرفض وان ده اصرار على هذا الامر من باب مبدأ ديني ودعوي سلم حمود حسين بيرى اني لا الحوار لابد يكون قبله قواسة مشتركة وهذا الكامل طبعا المواقف التلاتة مختلفة طبعا مختلفة تماما يعني ليه نقول مختلفة طبعا يتفق طرف الدكتور محمد حسين مع كلام الاستاذ يوسف ندى ومن المختلف انه هو بالحوار ويقول انه لما دكتور محمد الحوار طلعت اللجان الالكترونية والذباب الالكتروني التابع لدكتور محمد حسين ومجموعة الستة الذين معه او ما يطلق على مجموعة الستة يعني طلعت اللجان دي تهاجم استاذ يوسف ندى وانه هو واللي معاه جماعة منبطحة على استاذ إبراهيم ونير وانه الكيان الباقي وهو ما يمثل معظم الإخوان المسلمين يعني من باب الكاية ومن باب النانس دي اللجاية تفرط في حقوق المعتقلين والشهداء وطبعا كانت من باب المزايدة والمكايدة ليس إلا لإني رجع لنفس المرابع يقول بنفس الكلام كله من اللي عمل أنه حط شروط لو شدت كلام الدكتور محمد في البانا وجدت البانا اللي حط المدينية والليبرالية وغيرها لو حوار بشروط ليس يمقرب لنفس الخطوة إذن فيه إقرار بإني بفيه حوار بشروط وضمانات فإنت كل شو عمل تفقد شيء ده اللي لازم نلاحظه نفهمه أولا النظام لم ينادي جماعة الإخوان بكل أطيافها لأي حوار خالص ولا في دماغ الإخوان اتنين على الإخوان أولا أن توحد كيانها وصفها أنت بالطالب بي لابد إني حوار وعملية حوار وغيرها مستدامة أنت جواك ما أنتش بتتحاور أصلا أنت طرف الدكتور محمود حسين والأطراف الأخرى إذا أنت دكتور محمود ما بتتحاورش أصلا إنما أنت أصبح عملت انشقاق وفي عهدك وفي فترة مسكك أنت الجماعة وملفتها فرأت الجماعة لفصيل واثنين وثلاثة واربعة وكل شوية تفتيت المفتت وتجزيع المجزة خلاص الإخوان ما بقاتش صدارة من بعد ما تفرأت وتشتتت وأصبح في ناس من قيادتها لا يفكر أن يبقى أفضل موجود في المنصب من المهدي إلى اللحد خلاص دخلت الدنيا وحظ النفس حجي يدر ينكيره خلاص لازم الإخوان تعترف بالحكاة دي لم يعد لها ثقل كما كانت من قبل طبعا دخل عاصم عبد المجد يقول الذي يفعله تليمة والقرة داغي بفتواهم المخالفة لما اجتمعت عليه الأمة يشبه الفوضى الخلاقة التي تسعى أمريكا لنشرها في منطقتنا